يوسف مش خبير اقتصادي ولا حاجة يوسف هو فعلا كان شاطر في الاقتصاد وتخرج من كلية الاقتصاد بتقدير امتياز حتى في دراساته ما بعد الجامعية كان يحصل على تقدير امتيازي بس مش دي القص يوسف مش خبير اقتصادي يوسف مجرد بني آدم وثق جدا جدا في هذه الدولة وثق جدا في دولة 30-6 وثق جدا في الرئيس وثق جدا في انه كنا هنقدر ان احنا نعدي هل كان عندي كل المعلومات الحقيقة لأ واي حد غير يقولك كان عندي كل المعلومات هقولك لأ لكن على الاقل انا وزملائي كان عندنا ايمان كان عندنا ثقة حقيقية ليه كان عندنا ثقة حقيقية لان الثقة تبنى احيانا او بشكل ما بالتراكم وتبنى كمان بتراكم الواقع احنا شفنا انه اتقلنا هننقذكم للاخوات المسلمين حصل هنعمل قناة السويس حصل هنبني مدن جديدة حصل هنبني جماعات جديدة وتبقى جماعات على مستوى عالمي حصل هنخضر الأرض حصل هنعمل مجمعات صناعية حصل هنعمل تأمين صحي شامل وهنبدأ بمجموعة من المحافظات هنبدأ بوحدة ونكمل بربعة وهنستكمل لحد السبعة وعشرين وبيحصل هنعمل حياة كريمة حصل وبيحصل هنعمل قناة السويس الجديدة حصل وبيحصل هنزود عائدات قناة السويس حصل وبيحصل على المستوى السياسي مش هنسمح بأنه حد أبدا يهجر الفلسطينيين حصل هنوصل للأكل والشرب والمعاملات الإنسانية حصل هنقف قدام العالم حتى لوحدنا حصل رئيس مرة قاله وإحنا ما نعرفش نقف على رجلين لوحدنا ولا إيه وقتها قعدنا وسقفنا كلنا اللي كنا حضرين هذه الكلمة وانا لو هنقدر يا فند قال وقتها كده خليكوا معايا خليكوا معايا وإحنا معاها الرئيس إحنا معاها هذه الدولة بالمناسبة إحنا معاها بلدنا فلما نتكلم عن هذه الدولة تعال أوريلك ومش هقولك أنه دي جوهارة التاج الاستثماري المصري صحيح هي أكبر استثمار أجنبي مباشر حصل في تاريخ مصر بس تاني يوسف اللي مش خبير اقتصادي بس اللي واثق جدا ومؤمن جدا لأنه إذا كان لي حظ فأنا حظي الوحيد أن أنا بحكم بالمنطق مش بالعاطف اللي جاي أكبر من كده بكتير صبرا شوف يا سيدي المشروع شراكة وليس بيع أصول مصر سيكون لها 35% من الأرباح زي ما كنت بشرح لحضرتك الاتفاق المالي لهذه الشراكة بيتضمن الجزء المالي اللي بيسدد كمقدم والآخر حصة من الأرباح المقدم هو اللي بقيمة 35 مليار دولار تدخل إلى الدولة خلال شهرين الدفع الأولى زي ما شرحت لحضرتك 15 مليار دولار بعدها بحوالي شهر ونص هيبقى يعني الإجمال يبقى شهرين هيبقى فيه عندنا كمان 20 مليار دولار يبقى الإجمالي 35 أيضا يا سادة كرام زي ما كنت بشرح لحضرتك عندنا مستهدف 8 مليون سايح أيضا يا سادة كرام لو لا بنية أساسية حقيقية وقتها أنا أتذكر برضو لما جي الرئيس اتكلم وقال إحنا بنعمل بنية أساسية أفكركم كويس الرئيس قال نصا كده قال إحنا استلمنا البلد دي كهن وما كانش فيها حاجة وبدأنا نبنيها من أول وجديد طب ما هو الكلام صح هو إحنا ما كانش بيجي لنا حد ليه الناس هتيجي عليك هنا كانت لازم البلد تتبني من أول وجديد قال لك هو أنت كل حاجة بتصرفه على الطرق والكباري الطرق والكباري جابت ده القطار السريع بنعمل بيه إيه جايب ده شبكات معالجة الميا والتحلية بنعمل بيها إيه ده ده طيب طيب شركة أبو لا لسه استهد اللي فاتت يا جماعة لسه ده أنا كان في عندي نقطة لسه قلتالي بتاعت شركة أبو ظبي القابضة شركة أبو ظبي القابضة تتنازل عن جزء من الودائع الموجودة في المركزي الإجمالي بتاعها الـ 11 مليار عشان كده كنت بقولك الـ 11 مليار دول كان ودائع إماراتية حطها الإمارات في البنك المركزي المصري طيب بتصنف إيه؟ بتصنف جزء من الدين الخارجي المصري لما أنا الـ 11 مليار دولي أصبحه بتوعي ملكي عارف الكرة دي بتاعتي هي فعلا بتاعتي يبقى الدين بتاعي نزل قد إيه؟ نزل 11 مليار في شهرين عالا نروح للسلايد اللي بعد دي ده عنوانا البسيط رسل حكمة بالأرقام لازم الصورة دي يا خبرة بير دي صورة يعني الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي تمانها أكتر من 185 مليار دولار 35 مؤدم و 150 ضخص تسماري قليل الإيمان برضو في ناس كده قليلة الإيمان العشرين مليار دولار اللي جايين بعد شهرين دول 14 مليار سيولة دي اللي جاية اللي قلتلكوا عليها بتاع تتبع حرائبة اليمامة والجزء المتبقي من الودائع هو الستة مليار دولار ساداتي الكرام ساداتي الكرام رأس الحكمة هو بداية الاستثمار الأجنبي المباشر هنشتغل على التلات مدن التانيين ده مما لا شك فيه أنا ما عنديش أي معلومة لكن أنا بقولك أدفع نص عمري إنه فيه أكتر من جهة بالتأكيد بالتأكيد الأسبوع ده هتبدأ تتصل بالحكومة المصرية اللي لم تكن بدأت الاتصال بالفعل كويس؟ ده مجرد حدث ليس إلا توقع اعتبروا أمل مفيش مشكلة ده هيسمع في السوق السوداء سمع بالفعل في السوق السوداء هيسمع على أسعار البضايع هيسمع بلسه هياخد وقته علشان تبقى عارف هيسمع على معدلات التضخم هيسمع بلسه هياخد وقته عشان تبقى عارف وقته قد إيه مش عايز أجزملك عشان محدش يقعد التاريقة وإن كنت أنا ما بخافش من التاريقة وقته قد إيه ممكن يخده من شهرين لتلاتة علشان تحس بالفعل إن الدنيا اختلفت لكن وارد جدا تنزل بكرة الأسواق تلاقي الأسعار بتتغير في بعض المتاجر الكبرى بالفعل غيرت أسعارها وأنا وأنت بنتكلم في بعض باقيعي الأجهزة الكهربائية غيروا أسعارهم وأنا وأنت بنتكلم ده حصل بالفعل ده واقع اللي مش مصدق ينزل السوق يسأل السوق المحرومش انتخسرها ده حاجة مش لازم تشتري لان ما تلاقي السعر اختلف تعرف إن الله حق يبقى شيء مهم قوي مطلبة الدائمة للحكومة الأجهزة الرقابية تشتغل نار نار وشرار والسادة المحافظين من العين دي قبل العين دي أرجوكوا كملوا دوسوا انزلوا جوه الأسواق ما تسكتوش دي أهم حاجة اللي حصل عظيم وعملاق وعاوزين نحافظ عليه ونستثمروا الاستثمار الأمثل ترجمة نانسي قنقر